أهم خلفية لما يحصل سعى مهم التذكير اللي الهجوم على خان يونس اللي هو أحد أهم المعاقل للمقاومة في غزة فشل عملي وبداية تراجع يعني القوات المحتلة خارج المجال الحضري المركز إلى المحيط الريفي الأقل تركز يعني قروا يبعدوا على المواجه هذا واضح لأنه فشل الهجوم العسكري العملي وهذا مرة أخرى وبدأت ترجع المقاومة بشكل واضح في شمال قطاع غزة يعني فكرة تقسيم القطاعي لقسمين فكرة ضرب المقاومة بمقتل ووم فلوس البارح تم اختتام العرض هذية متع افشيل الهجوم متع قوات الاحتلال بإطلاق صواريخ مرة أخرى ونحوة الأبي مع أنت كل الأهداف العسكرية غير لم تتحق ومن شمال غزة هنا ايش عنا عنا المقترح هذية يعني مش بالصدفة نحب نقول المقترح هذية ما يجيش في إطار اندحار المقاومة يجيه في إطار اندحار خطة الهجوم متع الاحتلال وبالتالي هي تحمل من داخلها مزيد بالتنازلات الاسرائيلية وحتى بهتها في الاعلام العدو واللي عليها كيفاش نتريا وقبل عليش فيقوله كيفاش قبل الحاجكي منك يعتبرها فخليه هو بقى سيسا يعني أولا نسع الصفقة فيها تقريبا بوضوح بجيستمول الخبار الثاني هو الأدق أنه بشيقع اطلاق صراح ما يتراوح بين أربعليف وخمسة اللي هو ديجا معناتها عدد ضخم نجم يكونوا أغلبية ساحقة من المسرجين الفلسطينيين في سجن الاحتلال مقابل الشكور مش مقابل أسرى الجنود بتاعهم مش المجندين اللي في الاحتلال اللي الخمسة وثلاثين اللي قاعدوا من النساء والعجزة والأطفاء هذيك هو اللي مش يعني يعني تقريبا يعني عمليا سيتم تقريبا تبييض السجون وإخراج الأسرى الفلسطينيين مقابل بدون إخراج الجنود ديجا هذي تقدم كبير يعني بخلافة ذي كان بعد بشي زيد الفاوضك بالجنود اللي بشي يقض الثين اللي هي حاجة مهمة وقيادات حماس تتحدث على أنه مش مش هذا مقترح إسرائيلي لا لا هذي ردا على التصور متى حماس يعني حماس بشركة في الففضات لكن بشكل غير مباشر يعني الطرف المصري والطرف القطري طرحوا الرؤية متى حماس اللي يتأكد مرة أخرى على وقفة القنار الكامل ولهنية ممكن المشكلة العقبة في التوصل إلى التفاق أنه حماس مصر على وقف كامل يتلق القنار يبدو جاي من غاديكة أنه خمسة واربعين يوم بما يسمح بأنه أنه ما عادش فما إمكانية بأنه يبدو فما حتى تسريبات أمريكية خاصة أنه فكل خمسة واربعين يوم يستبدأ إجراءات عزل عزلنا تانيا يعني تقريبا تفكيك الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة وأنه ما فماش تحالف إسرائيلي قوي قادر على أنه يمارس الحرب بعد خمسة واربعين يوم لهنية حماس بيشتعمل تقدير سياسي بتشوفه قيادات المقاومة مش فقط حماس يعني عمل مشترك وقرار سياسي مشترك في هذا وحماس ستحرص على تقدر على أنها تخرج بقرار مشترك ومتكونش قرارها هي ناخذ كلام عمال سياسي من سفو خليفاو شكرا